السلام عليكم درسنا يا أحباء الصغار لهذا اليوم هو الماء تعالوا بنا نتذكر فيما أخذناه سابقا تعرفنا سابقا على هذه الكرة الأرضية قلنا كوكب الأرض الذي نعيش عليه تعرفنا إلى اللون البني هنا قلنا أن هذا اللون البني يسمى اليابسة واليابسة تتكون من الصخور والتربة من ماذا تتكون اليابسة من الصخور والتربة قلنا أن اللون الأزرق هنا نلاحظ اللون الأزرق قلنا أنه الماء ومساحة الماء أكبر من مساحة اليابسة درسنا لهذا اليوم الماء هنا اللون الأزرق درسنا لهذا اليوم سنتعرف الآن على خصائص الماء أولا هو مادة طبيعية أي مادة نحصل عليها من الله سبحانه وتعالى عندما تتساقط الأمطار هذه الأمطار التي تتساقط هنا من الغيوم هذه الأمطار هو الماء الذي نحصل عليه إذن من خصائص الماء أنه مادة طبيعية أيضا من خصائص الماء أنه مادة سائلة ننظر إلى هذا الماء كيف يتساقط هنا يتساقط وتكون سائلة أي أنها ليست مادة صلبة ليست مادة جامدة إنما هي مادة سائلة أيضا من خصائص الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة ننظر إلى هذه الصورة التي تدل على أن الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة إذن من خصائص الماء نكررها مرة أخرى قلنا أولا هي مادة طبيعية نحصل عليها من الله سبحانه وتعالى عن طريق الأمطار أيضا هي مادة سائلة مثل هذه الصورة وأخيرا من خصائص الماء هو ليس له طعم ولا لون ولا رائحة سنتعرف الآن على استخدامات الماء أول استخدام استخدامات الماء هو ري النباتات ننظر إلى هذه الصور الثلاثة هنا أشجار ومجموعة من الأزهار نقوم بري هذه الأشجار والأزهار أيضا هنا مجموعة من الأشجار والأزهار كذلك نقوم بريع لأن النبات لا يستطيع العيش بدون الماء لذلك يجب أن نوفر الماء للنباتات حتى تستطيع هذه النباتات بالنمو أيضا من استخدامات الماء سقاية الحيوانات هنا مجموعة من الحيوانات أيضا هذه الحيوانات لا تستطيع العيش بدون الماء فإذا من استخدامات الماء سقاية الحيوانات أيضا من استخدامات الماء هو مكان لعيش العديد من الحيوانات الحيوانات التي تعيش في البحر هو مكان عيشها لا تستطيع العيش بدون الماء ننظر هنا مجموعة من الأسماك أيضا الحوت الأخطبوت جميع هذه الحيوانات البحرية تعيش في الماء إذن نكرر من استخدامات الماء قلنا سقاية الحيوانات أيضا هو مكان لعيش العديد من الحيوانات التي هي الحيوانات البحرية أيضا من استخدامات الماء من استخدامات الماء قلنا يستخدمه الإنسان بماذا يستخدم الإنسان الماء؟ نستخدمه الإنسان في الشرب، الطبخ، تنظيف المنزل، غسيل الملابس والاستحمام هنا ننظر إلى هذه الصورة التي ستوضح لنا استخدامات الإنسان ننظر هنا الشرب حيث أيضا الإنسان لا يستطيع العيش بدون الماء فإنه يحتاج إلى الماء للشرب أيضا هنا الاستحمام، غسل اليدين بالماء، أيضا الطبخ، الطبخ يحتاج إلى الماء وهنا تنظيف البيت وهنا غسيل الملابس وهنا السباحة إذن هذه استخدامات الإنسان للماء نكرر مرة أخرى استخدامات الماء قلنا ري النباتات، سقاية الحيوانات هو مكان لعيش العديد من الحيوانات وهي الحيوانات البحرية ومن استخداماتها للإنسان قلنا الشرب، الاستحمام، الطبخ، تنظيف البيت، وغسيل الملابس الماء مهم في حياتنا في سورة الأنبياء وردت آية كريمة تبين أهمية الماء الآن سنستمع إلى هذه الآية الكريمة التي تبين أهمية الماء أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ مِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَسْقًا فَفَتَقُنَا أَغْمَا وَجَرَسْنَا مِنَ الْمَاءِ وَلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ أَقَلَى يُغْبِرُوا صدق الله العظيم إذن في هذه الآية الكريمة يبين لنا أهمية الماء ويبين لنا أن الماء هو أساس وجود الحياة على كوكب الأرض وبالتالي لو لا وجود الماء لما استطعت الكائنات الحية العيش على كوكب الأرض قلنا أن النباتات يحتاج إلى الماء والحيوانات تحتاج إلى الماء والإنسان يحتاج إلى الحيوانات يعاني كوكب الأرض من نقص في الماء بسبب أسباب نقص الماء في كوكب الأرض تزايد أعداد السكان عندما تتزايد أعداد السكان بالتالي سنحتاج إلى كمية من الماء هذا التزايد في أعداد السكان يؤدي إلى نقص في الماء على كوكب الأرض أيضا من أسباب نقص الماء في كوكب الأرض الاستخدام الخاطئ للماء الاستخدام الخاطئ للماء الآن سنتعرف من خلال الصور على الاستخدام الخاطئ للماء ننظر إلى هاتين الصورتين الصورة الأولى هذا الرجل يقوم بغسل سيارتي باستخدام بربيش الماء وهذا هنا يقوم بغسل السيارة باستخدام دلو الماء برأيكم يا أول منها أي هاتين الصورتين هو تصرف صحيح وأي تصرف خاطئ أحسنتم هذه الصورة تصرف خاطئ وهنا هذه الصورة تصرف صحيح التصرف الخاطئ يؤدي إلى هدر الماء ما معنى هدر الماء؟ أي يؤدي إلى نقص في الماء التصرف الصحيح يؤدي إلى توفير الماء إذن التصرف الخاطئ يؤدي إلى هدر الماء والتصرف الصحيح يؤدي إلى توفير الماء نتعرف أيضا إلى استخدام آخر ننظر إلى هاتين الصورتين الصورة الأولى هنا يستخدم البربيش وهنا يستخدم مرشة لرش النباتات أي من هاتين الصورتين صحيحة وخاطئة؟ أحسنتم يا أول هذه الصورة خاطئة لأنه لا يجوز أن نقوم باستخدام البربيش والتصرف الصحيح هو استخدام المرشة الماء لسقي النباتات لأن هذا التصرف استخدام البربيش يؤدي إلى هدر الماء هدر الماء يعني يؤدي إلى نقص في الماء وهذا التصرف الصحيح يؤدي إلى توفير الماء إذن نلاحظ هذه التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى هدر الماء وبالتالي هذه الأسباب تؤدي إلى نقص الماء على كوكب الأرض هنا هذا الطفل يقوم بغسل يده ننظر إلى هذه الصورة كيف يقوم بفتح الحنفية بشكل كبير وهذه الصورة يقوم هنا بفتح الحنفية بشكل قليل حيث استخدم قطع توفير الماء هذه القطع تركب على الحنفية بحيث يصبح الماء ينزل بشكل قليل إذن التصرف الصحيح هو هذه الصورة التصرف صحيح يؤدي إلى توفير الماء وهذه الصورة تصرف خاطئ لأنه فتح الحنفية بشكل كبير وهذا التصرف الخاطئ يؤدي إلى هدر الماء ويؤدي إلى نقص في الماء ننظر أيضا إلى هاتين الصورتين هذه الصورة الأولى قلنا هذه الفتاة تقوم بفرشات أسنانها حيث ننظر هنا الماء تركت الحنفية مفتوحة هذه الصورة هنا يقوم بغس بفرشات أسنانه ولكنه يستخدم كوب الماء أي تصرف صحيح وأي تصرف الخاطئ أحسنتم هذه الصورة تصرف خاطئ لا يجوز أن نقوم بفرشة لأسناننا ونترك الحنفية مفتوحة لأننا إذا تركنا الحنفية مفتوحة يؤدي إلى هدر الماء وهدر الماء معناها نقص في الماء أيضا هنا التصرف الصحيح لأنه عند فرشات الأسنان يستخدم كوب الماء يؤدي إلى توفير الماء إذن قلنا من أسباب نقص الماء على كوكب الأرض هو تزايد أعداد السكان والاستخدام الخاطئ لألماء قلنا مثل فتح الحنفي بشكل كبير هذا يؤدي إلى هدر الماء استخدام البربيش سواء لغسل السيارة أو لريء النباتات أيضا استخدام خاطئ لأنه يؤدي إلى هدر الماء الآن سنقوم بحل ورقة العمل هيا نقوم بحلها مع بعضنا ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة الماء غير ألف الماء غير ضروري للكائنات الحية إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة الماء غير ضروري للكائنات الحية أحسنتم خطأ إجابة خاطئة لأن الماء ضروري للكائنات الحية با قام أحمد برش النباتات بمرشة الماء نعم أحسنتم صح لأن استخدام مرشة الماء تؤدي إلى توفير الماء جيم من استخدامات الماء ري النباتات وصقاية الحيوانات صح أحسنتم لأن قلنا من استخدامات الماء ري النباتات وصقاية الحيوانات أيضا هناك عديد من الاستخدامات مثل أيضا الإنسان وقلنا استخدامات عديدة للإنسان دال قام علي بغسل يده بعد الأكل وترك الحنفية مفتوحة تصرف خاطئ أحسنتم ها إن استخدام دل الماء لغسيل السيارة هذا التصرف يؤدي إلى هدر الماء أولا استخدام دل الماء لغسيل السيارة هو تصرف صحيح نكمل السؤال هذا التصرف يؤدي إلى هدر الماء هل التصرف الصحيح هنا يؤدي إلى هدر الماء؟ لا إجابة خاطئة لأن التصرف الصحيح يؤدي إلى توفير الماء إذن هنا خطأ هذا التصرف يؤدي إلى توفير الماء وليس هدر الماء واو من أسباب نقص الماء هو الاستخدام الخاطئ للماء نعم صحيحة إلى هنا يا أحباء الصغار امتهى درسنا لهذا اليوم